السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية شباب نبدأ في الدرس الثاني في منهاج كيمياء توجيهي اللقاء الماضي أخذنا العدد الكم الرئيسي N وحكينا إيش هو عدد كم الرئيسي N يعني عدد المدارات مدار الأول والثاني والثالث واتفقنا أنه صار لهم رموز K-L-M-N-O-B-Q تمام اليوم إن شاء الله وبإذن الله هنأخذ العدد الكمي الفرعي الثانوي L هنعمل شكل نوضح فيه بعض الأمور عشان نقدر نفهم إيش هو العدد الكمي الفرعي الثانوي L بدنا نيجي نرسم الشكل اللي متداول للضرة زي ما بيعرفوا الطالب اللي هو النواة تمام وهذه المدارات هل قيت هنا إيش حكينا عيس ما هذه المدارات العدد الكمي الرئيسي أن صح أن تساوي إيش واحد أن تساوي اتنين أن تساوي ثلاث هي كمان واحد أن تساوي أربع واتفقنا أنه كل عدد كم رئيسي أن مثلا واحد إليه فروع كل مدار من هذه المدارات إليه فروع الأول إليه فرع والثاني إليه اتنين والثالث ثلاثة والرابع أربعة طيب لما نيجي بنا نتكلم عن الفرع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع بدنا إليهم رموز بدنا إليهم قيم بدنا إليهم أشياء عشان نعرف نتكلم عن هذا ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع كلام منطق فأجي العلماء قالوا إحنا خلينا نسمي هذه الفروع العدد الكم الفرعي أو العدد الكم الثانوي عن واندرسنا اليوم يعني كل هدولة طب لما نجي بنا نتكلم عن أني أل فيهم فأني مدار فأنه عدد كم رئيسي قالوا طيب إحنا خلينا نعطيهم قيم القيم فكرة حلوة فقالوا خلص الأل بدنا تكون قيمته بلاش تكون واحد تكون زي الأن لازم تكون أقل من أن فبالتالي نعطيها قيمة صفر لأنه هم متسويين في العدد يعني أن تساوي واحد فبالتالي أل لها فرع واحد ولكن القيمة مش نفسها قيمة أل لازم تكون أقل من أن فبالتالي صفر طب إيش في عنا كمان قيم لأل غير الصفر هاي صفر واحد اتنين ثلاثة المهم أقل من قيمة أن كويس يعني هنا صفر وهنا صفر وواحد ما شاء الله لهوا طيب هان صفر واحد اتنين صفر واحد اتنين ثلاثة طيب ليش بنكرر صفر صفر كل مرة موجود الصفر إيش قصته هذا الصفر خلينا نعتبر الال لما أعطوه أرقام سفر واحد واثنين 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 الزعر زيه زي الان الان قال أنا ما بديش أرقام واحد اتنين ثلاثة عرب هايش اللي بدك يا قال أنا بدي رموز سأطولي ك ال ام ان خدناهم اللي قال أول قالوا طب خلاص وانت كمان بتخد رموز الصفر اس الواحد بي الاثنين دي الثلاثة اف يعني هذا اس بدي يصير وهذا كمان مرة اس كل مرة الصفر بدي تكون إيش اس وكل مرة واحد بدي يكون مين بي وكل مرة الاثنين حيكون دي والثلاثة اف طيب هل قلت ايش هما هدول يعني صفر واحد نين ثلاثة او اس بي دي اف شو هما هدول 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 افلاك الاس هذا رمز لفلك الفلك الاول هيك مربع واحد اسمه فلك فيه الكترونين فعلا كنا زمان نعمل احنا بعد ما نرسم النواة نرسم المدار الاول نكتب هنا ايش اتنين يبي الفلك اس فيه الكترونين كل مرة الفلك اس حيكون فيه الكترونين كل مرة طيب الفلك بيه قديش تلاث مربعات بالتالي ست الكترونات خلاص خلينا نتفق عن النقطة هذه يبيا ن عدد الكامل رئيسي و ال عدد الكامل فرعي اذا ن واحد فرع واحد اثنين مقابل اثنين ثلاثة مقابل ثلاثة اربع مقابل اربع متساويين في ايش في العدد ولكن مختلفين في ايش في القيمة مختلفين في القيمة دايما ان اكبر من ال نروح من اكتبك ال متساوي ال ناقص واحد تعال نشوف مع بعض التمرين الناقش البنود اللي وردت في الملزمة عندنا العدد الكامل فرعي ال هذا يشير العدد الكامل فرعي يشير الى المستويات الفرعية او المتفرعة من المستوى الرئيسي ان فعلا كل مستوى الرئيسي ان له فروع هذه الفروع حتى اخذ رمز ال ايش بحدد طاقة المستوى الفرعي وشكل المستوى الفرعي احنا خلينا من الشكل ايان خلينا في المستوى الفرعي طاقته لاحظوا هذه الثانية مرة نحكيها في المستوى الرئيسي أن يحدد الطاقة المستوى الرئيسي والمستوى الفرعي أل يحدد طاقة المستوى الفرعي فبالتالي لما بسأك في السؤال مين اللي بحدد طاقة المستوى يجب أن نقل مع بعض مش أن لحال ولا أل لحال أن و أل مع بعض نشوف إيش الملاحظات الوردة في عدد الكمي الثانوي واحد تزداد طاقة المستوى الفرعي بزياد قيمة أل ضمن نفس المستوى الرئيسي كيف يعني تزداد طاقة المستوى الفرعي بالزيادة قيمة L ضمن نفس المستوى الرئيسي يعني مش واضحة هنا تعال نشوف الرسم اللي عملناه تعال نيجي لنفس المستوى الرئيسي مثلا مثال هذا رقم أربع المستوى الرئيسي رقم أربع كم فرع فيه أربع فيه أربع فروع شو هم الفروع اسمهم S B D F طيب هل هدول طاقتهم واحدة لا هذا ال F طاقة له أكبر من D والD أكبر من B والB أكبر من S عشان أقول لك هنا إيش كاتب تزداد طاقة المستوى الفرعي بزيادة قيمة L الصفر واحد دنين ثلاثة ثلاثة أكبر من اثنين وهكذا عدد المستويات الفرعية مساوي للعدد الكامل الرئيسي ذكرناها قيم L تبدأ من الصفر ليش بتبدأ قيم L من الصفر عشان دائما تكون أقل من قيمة N لأن ما في أن صفر يعني ما في مستوى رئيسي صفر تبدأ المستويات الرئيسية من واحد بحيث تكون أقل من أن من حيث إيش القيمة وليس من حيث العدد كل مستوى فرعي له رمز خاص وذكرنا الكلام هذا في الشكل التوضيحي اللي عملنا هنا هاي نشوف ما عجبوش الأفندي L يكون صفر واحد اثنين ثلاثة قال أنا ما بديش صفر أعطينا رموز قلنا خلاص هاي S للصفر وهي B للواحد وهي D إلها بدل الاثنين وهي الأف بدل الثلاثة تمام هذا الجدول اللي فوق بوضح ارتباط أن معل لو قرأته انت بالراخة مثلا أن هاي مواحد نين ثلاثة أربعة لهم رموز K L M N عدد المستويات الفرعية إذا واحد مقابل واحد اثنين مقابل اثنين لاحظ قيم L كقيمة وليس كعدد لازم تكون أقل من أن رموزهم زي ما حكينا الصفر دائما S هاي الصفر S لاحظ كل مرة الصفر S طيب الواحد للB الاثنين للD الثلاثة للF وهذا قانون سابق كيف نحسب عدد الأفلاك في المستوى الرئيسي من خلال N تربية وكيف نحسب عدد الاكترونات في المستوى الرئيسي من خلال 2N تربية تعالوا نشوفوا الأسئلة لما يكون في رابطها بين أن و ألف السؤال فيه نفس السؤال هذا بقول لي في المستوى الرئيسي أن تساوي ثلاثة إيش اللي بدك إياه؟ بقول لي أكتب جميع قيم العدد الكامل الفارعي الممكنة فبقوله تمام مدام الـ N تساوي ثلاثة يبقى الـ L حتساوي ثلاثة أعداد شو هم صفر واحد اثنين المهمة نقربش على الثلاثة نكتب أرقام تكون دائما أقل من قيمة N وثلاثة مقابل ثلاثة ما رموز تلك المستويات الفارعية بدوش أرقام بدو رموزهم بقوله تمام L تساوي هذا الصفر دائما أس الواحد دائما بي اثنين دائما دي طب الـ S B D هدوله ما هيكونوا في المدار الثالث موجودين وفي الرابع موجودين وفي الخامس موجودين يعني كل مرة بدكتبها هيكون نفس الجواب لكل الأسئلة لا بنميزهم بالرقم اللي تابع للمستوى الرئيسي يعني أنه هذه الأسئلة الموجودة في المستوى الرئيسي يعني ثلاثة أس ثلاثة بي ثلاثة دي انه الاس هذه الموجودة في المستوى الثالث هذه البيل موجودة في المستوى الرئيس الثالث هذه الديل موجودة في المستوى الرئيس الثالث اه ما رموز تلك المستوى وما عددها عددها ثلاث مستويات فرعية رتب المستويات الفرعية حسب طاقته يقول لك مين طاقته اكبر من التاني طبعا مدام هنا هدول الموجودين في نفس المستوى الرئيسي هؤلاء الثلاثة موجودين في نفس المستوى الثالث فبالثالث 3D هتكون أكبر من 3B والثلاثة B أكبر من 3S تمام النقطة هذه فيه سؤال هنا مش محلول خلي إليك بدأ نزلك هي كواجب وتحله وتعطيني الإجابة إن شاء الله وبإذن الله حنبدأ في اللقاء الجاي نربط N مع B في مساء المعينة نكتف بهذا القدر شكرا لكم وبرك الله فيكم